وامبارح اتكلمت معاكم مش امبارح بس بقى عشان يعني معلش يعني ناخد حقنا يعني احنا في عز من الناس تقولك وفي عز ما هتف البعض من جماهير النادي الاهلي في مبراط في يوتشر في نفس اليوم لما هتفه ضد امام عشور وانهما مش عايزينه في نفس اليوم تلي اعنا قلنا لحضراتكم رغم هذه الهتفات فباب النادي الاهلي مفتوح لامام عشور في الوقت اللي الناس كلها كنت بتتكلم فيه على ان امام عشور بيقترب من بيراميدز حصل حصل تمام ويوم وراء التاني بنقولك كل تفصيلة جديدة بتحصل ويه اخر التفاصيل ووصلوا لايه طب والاهلي عايزة طب وحيدفع كام قلنا لكم حيدفع 500 الف دولار الرغبة اعار الرغبة عند النادي الاهلي اعارة ليه في حاجتين في دماغ المسؤولين في النادي الاهلي انها دلوقتي هستعيروا مثلا الرقم حيبقوا قليل شوية فحيعتبر بالنسبة لي است لان انا هحط نية الشراء في العقد فبالتالي هقسم الفلوس توتا للصفقة بالنسبة لي وبالنسبة كمان ان انا شوف اللاعب وتجاوبه مع سيستم النادي الاهلي حيكون عامل ازاي خلال هذا الموسم اللي حيكون على سبيل الاعارة وقلنا حراركم ان في حالة تفايل باند الشراء هتبقى الصفقة بتصل لحوالي 2 مليون دولار بالكتير بالكتير وقلت لحضراتكم ان الاهلي بعت عرض يوم الاربع اللي فات قلت لحضراتكم الكلام ده ولسه ناس من ساعات قليلة بس بتقول ان الاهلي بعت عرض لا انا بقول لكم كل حاجة في توقيتها بقال لكم كل التفاصيل في توقيتها بخلاف ان انا قبل كده قلت لحضراتكم ايه بعد ما مضى امام عشور في ميتلاند الدنماركي قلت لكم الزمالك باع والاهلي اشترى خلاص فاعتقد ان احنا اقل لكم ادك التفاصيل في ملف امام عشور حتى لو نادي ميتلاند وفي اي حد حواليه مثلا او متحدث رسمي نادي ميتلاند او كلام ما ده بينفي وبينفي عشان سرية المفاوضات والحفاظ على اتمام الصفقة ده طبيعي بيحصل في اي حتة في العالم ده طبيعي يعني لكن دلوقتي اللي اقدر اقوله لك وخد مني بقى الكلام ده الاهلي يقترب بمنتهى القوة بمنتهى القوة من حسب صفقة امام عشور بشكل رسمي بشكل رسمي يعني الموضوع امبارح انا قلتلك 95% النهاردة بقولك 99% من 10% امام عشور اهلاوي امام عشور لاعب جديد في النادي الاهلي واتكلمنا وقلنا عن رغبة وتمسك كولر باللاعب يوم الاربع اللي فات قلنا ان كولر طلب التعاكم مع امام عشور قلنا ان كولر شايف ان اللاعب ده حيكون اضافة كبيرة للنادي الاهلي قلنا ان كولر تمسك بالتعاكم مع امام عشور ولما الناس مبارح اتكلمت على حتة اصل الكابتن محمود الخطيب اصل مش عارف فيه فولان مين بيحارب حتة ان امام عشور ييجي او كلام من ده كان زمان فيه انكسام بخصوص الصفقة لكن ايا كان فيه انكسام ولقف الاهلي كاهلي لان الرأي مش رأي واحد في النادي الاهلي هو رأي اغلبية في النادي الاهلي في اي قرار من القرارات بغض النزع لحتة دي لكن في نفس الوقت الاهلي خد خطوة في اتمام التعاقد وفي نفس الوقت الكابتن محمود الخطيب موافق على التعاقد مع اللاعب وكل الامور ماشي بشكل ايجابي اخر حاجة اقولت لكم مبارح ايه ان الصفقة في طريقها الايجابي خد بقى مني بعض الكواليس المهمة طيب المفاوضات تمت ازاي عن طريق اميلات وفاكسات مكسفة او اتصالات تليفونية مكسفة بين الاهلي وميتلند الدنماركي الكلام ده مش من ساعة ولا اتنين ولا مبارح ده بقاله كذا يو واخد بالك امير توفيق مدير ادارة التعاقدات في النادي الاهلي هو حاليا خارج البلاد اقولك تفاصيل ركز معايا فيها هو دلوقتي خارج البلاد بس مش في الدنمارك مش في الدنمارك اللي هو البلد او اللي هي البلد اللي فيها ميتلند اللي كان متواجد فيها امام هو موجود في بلد اخرى في اسبانيا بالتحديد ده بخصوص امير توفيق اما بخصوص المهندس خالد مرتاجي لان الناس برضو ربطة صفروا خارج البلاد بموضوع امام عشور انا بقولك هو بره في شغل خاص بي لكن مش في الدنمارك برده لكن كل التفاصيل كل التفاصيل تمام كانت عبارة عن اتصالات وميلاد ما بين الاهلي وميتلند الدنمارك طيب ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جاية ركز معايا ايام ايه ده هم خلال ساعات مجبلة وايام قليلة هي اللي بتفصل اعلان الاهلي عن الصفقة ماشي ايه اللي هيحصل امير توفيق هيطير على الدنمارك عشان يتم حسم كافة الامور وكافة الرتوش الاخيرة فيما يتعلق باتمام صفقة انتقال امام عشور للنادي الاهلي حتة الاعار والبيع خليني برضا اقول لكم التفاصيل اللي فيها الاهلي قلتلكم كان عايز اعار في نفس الوقت متل انت عايزين يبيعه ويخلصه انا شايفين اللعب مش متمسك بيهم شايفين اللعب مش عايز يكمل اللعب قال لهم يا جماعة انا مش عايزة بقى موجود اللعب قال لهم خلاص انا مش هقدر انا عايزة ارجع بلدي وبتاعه وكلام من ده فهم الناس متفانمين حاجة زي انا قالك طبعا انا هعمل ايه باللعب لما ادخل معاه في مشاكل بتاعه طبعا استفاد منه مادية ويمشي ودينا تخلص بس انا مش عايزة اطلق عاركة متل ان انا عايزة بيعه فالمفاوضات في الحتة دي كاتهي اللي دايرة بخلاف الجانب المادي ما بين الاهلي ومتل انت الدنماركي الجانب المادي ده طبيعي فيه هاتو خدو طب انا حدفع كزا لا ما عليش تبزود انت كزا لا ما عليش نقلل شوية ده الطبيعي في أي مفاوضات ده الطبيعي في أي مفاوضات لكن فيه تمسك عند النادي الديماركي بخصوص أنه يتم بيع إمام فهنا دي التفصيل هل حيوافق الأهلي على في كل أحوال الصفقة هتتم سواء شراء نهائي أو أعارة بس هل هل حيوافق الأهلي على موضوع البيع أنه هو يشتري اللعيب شراء نهائي ولا حيتمسك بالأعارة تاخد مني أقول لك الجديد ها الأهلي حتى هذه اللحظة متمسك بالأعارة بنية الشراء أعارة بنية الشراء تمام وده أمر مؤكد بقوله لحضراتكم ومعلومات مؤكدة بخصوص ملف إمام عشور طيب هل إمام عشور هيدف للنادي الأهلي مؤكد مليار في المية هيدف للنادي الأهلي خلي بالك معوضة في الاعتبار أن الكرة أنت ممكن تجيب صفقة ما تنجحش ما تتأقلمش معاك لكن كل المؤشرات والدلائل ومستويات اللعب مع الزمالك ومشواره مع منتخب مصر وموهبته ومهاراته والأماكن اللي بيشغلها في الملعب وكل الحاجات دي لا تديك مؤشر أنها صفقة ناجحة بكل المقاييس للنادي الأهلي صفقة ناجحة بكل المقاييس للنادي الأهلي جبارة على كده طيب ترجمة نانسي قنقر